الدالة الرئيسة لدوال لنمو الأسي لو كان عندنا الدالة F of X تساوي 2 أس X خلينا نرسمها نفرض X بسالب 1 و 0 و 1 نعود في الدالة بسالب 1 أعطينا نص نعود بالصفر أعطينا 1 نعود بواحد أعطينا 2 خلينا نحط هذه النقاط على الرسمة لما X بسالب 1 و Y بنص لما X بصفر ال Y بواحد لما X بواحد ال Y باثنين نوصل بين النقاط و صارت هذه هي الدالة شوف الدالة كل ما زدنا X بواحد قيمة Y ضربناها في 2 حتى نشوف X من 0 إلى 2 قيمة Y ضربناها في 2 حتى لو كملنا بعد كده يعني أفضل X باثنين أو ثلاثة ال Y هنا حنضرب العدد اللي قبله في 2 صار أربعة والأربعة برضو نضربها في 2 تصير ثمانية طيب هنا ليش بنضرب في 2؟ لأن الأساس هنا 2 وعشان كده هذه نسميها دالة النمو والأسي يعني كل خطوة بنضرب قيمة الدالة في 2 كل ما زاد ال X بواحد قيمة ال Y نضربها في 2 بين كل خطوة خطوة ضربنا في 2 عشان كده نسميها دالة النمو والأسي لأن قيمتها بتزيد طيب وصورتها العامة كيف تكون؟ ستكون F تساوي الأساس B أس X والB هنا لازم يكون أكبر من 1 لأن هنا عندنا نمو أسي نشوف قيمة الدالة بتزيد كل ما اتجاهنا ناحية اليمين عشان كده الB هنا لازم تكون أكبر من 1 ولو لاحظنا منحنة الدالة النقيه كل ما اتجاهنا من اليسار إلى اليمين يطلع على فوق يصر نقول إنه هذا المنحنة متصل متزايد طيب والمجال؟ شوف تلاحظ إنه منحنة الدالة يقابل جميع قيم X تقدر برضو تشوفها من الدالة نفسها هنا نقدر نعوض بأي قيمة لل X يصر المجال من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية طيب والمدى؟ تلاحظ إنه منحنة الدالة قيم ال Y له يبدأ من هنا واتجه إلى ما لا نهاية يصر المدى حيكون القوس المفتوح من صفر إلى موجب ما لا نهاية لأن الدالة مستحيل قيمتها تصير بصفر طيب وخط التقارب يعني الخط اللي تقترب منه الدالة بس ما تقطعه أو تلمسه هو هذا الخط اللي هو محور X طيب ومقطع محور Y لاحظ إنه واحد شوف لو عوضنا هنا X بصفر لشي نجيب مقطع محور Y هتكون النتيجة واحد طيب خلينا نحل السؤال نقول لي بلغ المعدل السنوي لنمو السكاني في المملكة خلال الفترة من 1425 إلى 1431 3.2% سنويا تقريبا إذا كان عدد سكان المملكة أعطاني هذا العدد عام 1425 فأوجد معادلة أسية تمثل النمو السكاني للمملكة خلال هذه الفترة ثم ممثلها بيانيا باستعمال الحاسبة البيانية هنا أقل لي المعدل السنوي لنمو السكاني في هذه الفترة وواثل هذا 0.2% بعدين أعطاني عدد سكان المملكة في بداية الفترة اللي هي 1425 يعني عند 1425 كان هذا هو عدد سكان المملكة طيب وبعدها يقول لي أوجد معادلة أسية تمثل النمو السكاني وأنا عندي هذه الفترة يعني بعد 1425 حيكون عندي 1426 1427 1428 1429 إلى 1430 وآخر شيء 31 وأنا بقى أجيب معادلة أسية تمثل النمو السكاني طيب هو من عام 25 إلى عام 26 عدد السكان سيزيد بكم بهذه النسبة اللي ممكن يكتبها 0.032 بعدها السنة اللي بعدها عدد السكان برضو حينمو بهذه النسبة 0.032 وحتى السنة اللي بعدها نفس الشيء وهكذا كل سنة يزيد بهذه النسبة وهو يبغى معادلة أسية طيب احنا عندنا حاجة اسمها دالة النمو الأسي نستخدمها في حل مسائل زي كده لما يكون عندنا تزايد بنسبة سنوية معينة طيب إيش هي دالة النمو الأسي اللي هي هذه هي A للT طبعا التT هنا الزمن حيساوي A اللي هي القيمة الابتدائية مضروبة في 1 زائد R اللي هي نسبة النمو وهذه كلها نقول أس T اللي هو الزمن زي ما قلنا A هي القيمة الابتدائية يعني هنا في هذا السؤال القيمة الابتدائية هذه هي طيب والR الR هي النسبة المئوية للنمو اللي هنا أعطاني إياها بـ 3.2% طيب والT T هنا هيكون الزمن طبعا وحدة الزمن لازم تكون نفس وحدة النمو اللي عندي شوف هنا قال لي النمو سنوي يصير هنا الR حتكون نسبة النمو السنوي والزمن T لازم يكون برضو بالسنة بس هذه هي اللي سموها دالة النمو الأس طيب خلينا نحل طبعا في عام 1425 هنا حتكون T بصفر ننهى البداية بعدين كل سنة نزودت T بواحد يعني هذه حتكون T بواحد وهذه T2 و T3 و 4 و 5 و 6 طب نعود في الدالة A of T حتكون القيمة التدائية A اللي هي هذا الرقم نضروب في 1 زائد نسبة النمو السنوي جوة 3.2 اللي هنا نكتبه 0.032 أس T اللي هو الزمن وهذه هي المعادلة الأسية اللي تمثل النمو السكاني صر بعد كده أنت مجرد تعوض بقيمة T و هيعطيك عدد السكان طيب خلينا نرسمها للحاسب البيانية من المنيون يختار Graph و نكتب الدالة و نكتب الرقم هذا و نفتح القوس 1 زائد 0.032 و نكفل القوس و نضغط على الأس و نضغط X هي موجودة T بس أنت تقدر تكتب X أو أي متغير فاني طيب نضغط Execute ما طلع لنا الشي يصر لازم نغير مقاييس الرسم نضغط على V Window أو View Window و نجيب مقاييس الرسم شوف هنا عندنا أكيد قيم ال Y أو قيم الدالة ستكون كبيرة جدا لأننا بنضرب في 22 مليون بالتالي خلينا ننزل ل Y Minimum طبعا Y Minimum نحن عارفين أنه مدى هذا الدالة يبدأ من فن؟ يبدأ من صفر بس أنت خلينا نخلي Y Minimum بصفر بعدين Y Minimum شوف عندنا الرقم 22 مليون أكثر من 22 مليون صل لازم Y Minimum يكون أكبر من 22 مليون خلينا مثلا نختار 30 مليون نضغط Execute أو تنفيذ نضغط تنفيذ مرة ثانية وتنفيذ وهذه الدالة ترسمت طبعا نشوف هذا السؤال يقول لي يتوقع أن يزداد إنفاق عائلة بما نسبته 8.5% سنويا إذا كان إنفاق العائلة عام 1430 هو 80 ألف ريال فأوجد معادلة أسية تمثل إنفاق العائلة منذ عام 1430 هجرية ثم أمثلها بيانيا باستعمال الحاسب البياني طيب يعني قل لي زيادة الإنفاق هذه نسبتها السنوية تزيد سنويا 8.5% إذا قل الإنفاق في عام 1430 هجرية كان 80 ألف ريال يعني عندنا في عام 1430 هجرية الآئلة هتنفق 80 ألف ريال طيب والمطلوب يقول لي أوجد معادلة أسية تمثل إنفاق العائلة منذ عام 1430 هجرية طيب المعادلة الأسية إحنا قلنا صيغتها AFT تساوي القيمة الابتدائية A نفتح قوس 1 زائد R اللي هو معادلة تغيير السنوي S T طيب معادلة تغيير السنوي R هناك إيش هو؟ قلنا R هي النسبة المئوية للنمو وهذه هي عندي 8.5% وهذه هي R طبعا لأنه قلي سنويا بالتالي نسبة النمو هذي هتكون سنوي بالتالي T هنا برضو لازم يكون بالسنة والأي زي ما قلنا القيمة الابتدائية اللي هي 80 ألف طيب نعود صار معادلة النمو هتكون 80 ألف نفتح قوس 1 زائد نسبة النمو 8.5% يعني نحطها 0.085 T وخلاص مجرد نعوض في T واطلع لقيمة إنفاق العائلة طب خلينا نرسمها نكتبها 80 ألف نفتح قوس 1 زائد 0.085 بس X تنفيذ وما ترسمت الرسمة صار لازم نغير مقاييس الرسم نضغط V ويندو ننزول شوف عندنا القيمة القديمة اللي حطيناها 30 مليون صار لازم نغيرها شوف عندنا هنا 80 ألف صار خلينا نحطها مثلاً هنا 200 ألف نضغط تنفيذ وترسمت الدال إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه ترجمة نانسي قنقر